بسم الله الرحمن الرحيم موجز الأخبار من قراءة سهيل أهلا بكم تبكرت حملة عسكرية في محافظة شبوى من رفع معسكر استعدثوا خارجون عن القانون بالقرب من إحدى الشركات النفطية في مديرية عسيلان وقال مصدر العسكرين الحملة تمكنت من تفيد مهمتها دون وقوع أي الشباكات بعد تدخل مشايخ وجهاء من المنطقة ورفع المعسكر وأكد المصدر انتشار الحملة في مواقع الاستحداثات بعد انسحاب المجامع المسلحة وكان محافظة شبوى رئيس اللجنة الأمنية محمد بن عديو قد وجه برقية بخروج حملة عسكرية مكونة من بحوري عتق وبيحان والوحدات الأمنية لرفع المعسكر المستحدث كشفت مصادر حقوقية عن وفاة مختطف محرر من سجون ميليشة الحوثي بعد أيام من إطلاق الصراحة وقال رئيس منظمة السام للحقوق والحرية توفيق الحميدي في تغريد على تويتر إن المختطف المحرر مصفى قائد هزبر توفي بعد أيام من إطلاق الصراحة ضمن صفقة التبادل التي رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين ودع الحميدي إلى التحقيق في حوادث الوفيات التي تتم في صفوف المحررين من سجون الحوثيين ويأتي ذلك بعد يوم من وفاة الأكاديمي في جامعة الصناعة الدكتور عدن الشرجبي الذي توفي بعد ثلاثة أسابيع على خروجه من سجون ميليشة الحوثي وفي اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين دعا وزير الإعلام معمر إرياني المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحماية الصحفيين إلى التحرك والضغط الفوري لإطلاق كافة المختطفين من الإعلاميين والصحفيين والنشطاء من معتقلات ميليشة الحوثي الإنقلابية وأكد وزير الإعلام في تصريح صحفي أن كافة المتورطين من قيادات وعناصر ميليشة الحوثي في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين لن يفلتوا من العقاب وسيأتي اليوم الذي يقدمون فيه للمحاسبة وأشار إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشة الحوثي بحق الصحفيين تكشف الوجه الحقيقي القبيح لها ومساعيها حجب الحقائق عن الرأي العام والعالم والتغطية على ممارساتها في مناطق سيطرتها هذا وأعلن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن عن إشارة تكتل محمول للدفاع للصحفيين ويضم أكثر من ثلاثين محميا وناشطا حقوقيا من مختلف المحافظات اليمنية وأكد المرصد في بيانا التكتل مبادرة طوعية ينتهج كافة الوسائل القانونية للدفاع للصحفيين وفق الإمكانات المتاحة بالتعاون والشراكة مع كافة النشطاء والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير والحريات الصحفية قال وزير الأوقاف والإرشاد القاضي الدكتور أحمد عطية أن ميليشي الحوثي الإقلابية استهدفت منذ إقلابية على سلطة واخر العام 2014 وحتى واخر العام 2019 استهدفت قرابة 750 مسجدا في عموم المحافظات وأشار القاضي عطية في مقابلة مع الصحوان التي لأن الاستهداف الحوثي للمساجد تنوع بين التفجير الكل والقصف بالسلاح الثقيل والنهب لكل محتوياتها وتحويلها إلى مخازن للأسلحة ومقرات لتعاطي القات وأضاف وزير الأوقاف أن ميليشي الحوثي مستمرة في العبث وتجري في الأوقاف مؤكدا أن الدولة ستعود وسيتم محاكمة كل من انتهك شيئا من الأوقاف أو تصرف فيه في سقطرة اعتقلت تشكيلات الانتقالية المسلحة الدكتور أحمد سالم العامري الأكاديمي في كلية التربية بالمحافظة وسنكر بيان صادر عن الاتلاف الوطني الجنوبي اعتقال الانتقالي للأكاديمي ورئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالاتلاف فرع سقطرة واعتبره إجراء تعسفية وحذر البيان تشكيلات الانتقالي من مغبة الإقدام على اعتقال رموز الاتلاف وقياداته وأعضائه حذرت منظمة أكسفام الدولية من تعرض اليمن لخطر موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المسجد وأفاد بيان صادر عن مكتب المنظمة في اليمن بأن استجابة منظمة أكسفام لجائحة كورونا تتضمن دعم نظام الرعاية الصحية في اليمن لمساعدة على مواجهة مخاطر الفيروس المميتة وتفع إجمالي الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس إلى 2063 حالة منها 600 وحالة وفاة و1375 حالة تعافي نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر